شهدين أهلا بكم من جديد تعد قضية تصدير العقار المصرية أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة وتسعى الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقارات وزيادة نسبتها الحالية هذا ما سوف ننقش وحالا مع ضيفنا المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس محمد أهلا بك أهلا بحضلك زي أحمد بيت زي أعضاك ربنا خليك تصدير العقار يعني نبيعه لمساثمر أجنبي أو لأجنبي يعود بنا في الآخر على عائد دولاري أعلى رئيس الوزراء كان ليه تصريح لافت أنه ممكن تصدير العقار يدخل لمصر عائد يساوي عائد قناة السويس يعني من خمسة لستة مليار دولار سنويا إيه ما عطلنا أولا العقار بالزاد أو بالأخص ده بيشتري أفراد فبيتدخل فيه عوامل كتير يعني أنت لو بتشتري عقار في أي بلد أول حاجة لازم تبقى الطرق كلها موهدة يعني لازم أقدر أوصل من المطار للمكان اللي أنا أوصله في وقت قليل لازم أوراق الملكية كلها يبقى فيه سهولة ويسر إحنا عندنا مشكلتنا ما زالت العقود المسجلة اللي هي بتانق الملكية للأشخاص دي بتاخد وقت شوية لأن أي تجمع بنبني نسبة تسجيل تسجيل أوراق الحكومية ومصر الحكومية لسه ما اكتملتش مشاريع الطرق اللي ناس بتتكلم عليها كتير وبتقول إحنا ليه مهتمين بالطرق ما هو من غير طريق أنت مشتعف تصدر عقار يعني ليه دايما كانوا الأجانب عندنا دايما كانوا بيشتروا في الغرداء أو شرب لأنه بينزلوا من مطار الغرداء العقار بينه وبينه عشر دقائي أربع ساعة والملكيات ثابتة إحنا عايزين نتوسع في هذا الموضوع زينا زي دول أغلب دول أوروبا بتصدر عقار ويمكن الإعلانات بتيجي للناس كلها كل دول أوروبا الجنوب المتوسط بتصدر عقار بعض الدول العربية سبقتنا كتير في موضوع تصدير العقار أولا العقار ده صناعة زي وزي أي صناعة زي صناعة العربية زي أي صناعة إحنا بشكلتنا تأخرنا شوية كتير لأنه ما كانش فيه عوامل بتساعد على تصويق العقار العقار ده لازم حضرتك تحضر في كل المعارض الدولية عشان نبقى صرحة شوية حضرتك والمشادي حس إن احنا بنتكلم كلامه واقعي إحنا في أزمة كبيرة أزمة عالمية يعني العالم كله بعد كورونا بيمر بأزمة كبيرة جدا فأنت بتسوق في توقيت صعب جدا يعني التوقيت نفسه صعب جدا فأكيد بس إحنا الحمد لله استعدينا بكمية مباني كويسة إيه القابل للتسويق عندي واحد العاصمة الإدارية لأن دي فيها مراكز المال ودي أعتقد إن هي هتبقى الرقم أو فرص الرهان رقم واحد اتنين العالمين لأن العالمين كموقع سياحي لو واحد نزل مطار برج العرب نزل مطار مرسى مطروع اللي هيتم تجديده وافتتاحه أعتقد إن هيبقى فيه يسر وسهولة في الحركة الاقتصاد العالمي لازم يتحرك الأول ولازم الدنيا كلها تتحرك عشان إحنا جزء صغير من اقتصاد العالمي كبير فلازم حضرتك نبقى فاهمين إن إحنا كل ما حدث في التوقيت اللي فات ده هي استعدادات لمرحلة قادمة لما تصدل على الاستعدادات دي حضرك شايفها جيدة يعني مصر تم الاتفاق مع شركة جيدة جدا شركة كبيرة لتسويق العقاري في الخارج مصر برضو بالنسبة لتسجيل العقارات وإنشاء قارة بيانات للعقارات بتقوم بدور كبير ومتسارع ربما زي ما الناس بتشوف دلوقتي فإمكان ده هيزود أو هيسرع فكرة إن إحنا نسوي عقارنا ونصدره أولا البنك المركزي مشكورا قام بالأدوار المطلوبة منه كلها في التمويل بالنسبة للشركات العقارية بالنسبة لمجلس الوزراء أصدر القوانين اللي هي للأجانب اللي هو رقم معين بـ 100 ألف دولار بياخد إقامة ثلاث سنين ورقم تاني بياخد خمس سنين والكلام ده من سنتين ثلاثة ولكن الجو العام أو الاقتصاد العالمي أو الأزمة اللي إحنا مررنا بها ككورونا أعتقد إن هي كانت دخلتنا في نفق لازم لما نطلع لما الاقتصاد العالمي كل يطلع منه إنما إحنا جاهزين استعدينا طرق استعدينا مواني استعدينا مطارات أعتقد إنها مصر استفادت في الأزمة بتاعت كورونا إن إحنا كنا شغالين يعني العالم كله كان متوقف إحنا بالعكس إحنا كلنا شغالين العقار ده مش بيجيب لك عملة صعبة وبس ما هو الأجنابي ده لما بيجي بيصرف طيارة وبيأكل وبيشرف وبيصرف أنت بيبقى عندك دخل سابت من العقار ولكن المشكلة تقاملنا السابات الملكية يعني سلادات الملكية في مصر أعتقد إن هي فيها مشكلة كبيرة دي لسه عايزة تعالج ولسه فيها وقت شوية لأن مصر الرقمية لسه لازم تكتمل إنت بتشتري في أي حتى هي ورقة واحدة عقد مسجل واحد بشتري من الجهة كل الخدمات بتنقل باسمك أعتقد إن هنا لسه الموضوع محتاج مجهود من عشرين سنة كانوا العرب بيشتروا عندنا في شرع جامعة الدول وكنا شايفينهم والأجالب كانوا بيشتروا في الغرداء أو في شربي يعني إحنا في تجارب سابقة ولكن إحنا عايزين توسع كبير فيها طيب يعني مصر الوقت بتبني مدن من الجيل الرابع وفيه إن شاء الله لغاية 2056 حوالي 44 مدينة جديدة فبالتالي أكيد الإجراءات الحركة بتتفضل بالمطالبة بيها أكيد هتتم اتباعاً يعني إذا كنا غيرنا فكرة الملكية مقابل الإقامة لمدة طويلة فأكيد بقى الإجراءات هتتم برضو وحضرتك الإجراءات التسجيل مفيش مستثمر هيتطلع فلوس أو يدفع فلوس في حاجات إلا ما يكون ضامن فلوسه بنسبة 100% مفيش أي منازعات ملكية الإخوة العرب أقرب ناس لنا لأنهم عارفين الإجراءات في مصر وعارفين العقار مش مسجل وعارفين العقد الابتدائي وعارفين العقد النهائي فهتلاقي دول نسبة الشيرة فيهم عالية ولكن هم نتكلم على الأجانب الأجانب يعني لازم يبقى لهم قوانين خاصة بيهم الدولة بتجري بسرعة ولكن احنا خارجين طبعا حضرتك من نفق 30-40 سنة ما كنتش بتعمل حاجة ما كنتش تقدر توصل أصلا لعقار يعني أنت كأجنبي لو أنت نازل القاهرة من 10-15 سنة أصلا بالشعب توصل ما تقدرش تقول أن أوصل خلينا فكر فكرة ما بعد كورونا راح ديدا وإن شاء الله تكون المسألة قربة تمتاهي مسألة التسويق حضرك بتقول أن هي الأساس في المسألة دلوقتي أولا مصر اللي أنا شايفه داخليا ما يحدث من نهضة في الطرق يعني نهضة عبقرية بتتم بخطة موضوع على مستوى العناية مؤهلة للسياحة بنسبة 1000% لو السياحة أول ما تليق الأجانب إن شاء الله اشتغلت ونزلت على الطرق ومحور الفردوس اشتغل والأماكن والقاهرة الفاطمية اشتغلت وما يحدث انت شغلت الوقتي في 22 مدينة كمصر 22 مدينة دي حضرتك وشغلين في تطوير 3000 كيلو متر من السواحل وده برضو شيء عبقارة مصر حضرتك ده السواحل ده كفاءة عن دين يعني العالمين دي حضرتك بقى نسبة تسويق فيها لما إن شاء الله الأزمة تعدي أعتقدها تبقى نزمة عالية جدا ويعني إحنا مش أقل من أي دولة تانية مش أقل من دول أصغر مننا كتير وتقدموا في المجال ده كتير لازم بقى فيه حوافز للسمار فيه حوافز للجانب بس الناس ما تستعجلش لأن ده يعني قدر مصر إن إحنا بنمر هنا بالأزمة الاقتصادية إنت جوه أزمة كبيرة العالم بيمر بيها فلازم تطلع من الأزمة العالمية الكبيرة دي الأول عشان تبتدي إنت تقول أنا موجود إحنا مؤهلين مؤهلين عملنا طرق عملنا طرق عملنا مطارات عملنا مطارات عملنا مواني أنت عندك مينة بقير بتعدل عندك مواني تسحل الشمال كلها بتعني عندك مينة الآن السخط ما دي كلها مرضو حاجات عوامل بساعدة يبقى الدور على المطور العقاري في الحالة دي؟ المطور العقاري حضرتك عندنا متورين أسامي كبيرة جدا يعني من أقوى الأسامي في المنطقة اكتسبوا خبرات كبيرة جدا في الفترات اللي فاتت فكرة إن واحد يبيع عقار نصد شتيبولة بيعوا للأجنبي ده موضوع غير وارد لأن ما فيش حد يشتري غير عقار كامل التشتيب بالنسبة 100% عشان تعمل عقار كامل التشتيب بالنسبة 100% لازم يبقى فيه كونسورتوم مع بنوك فيه انتفاقات بتسباقة لازم إيدي الدولة تبقى قوية في إنها تدعم هذه المنظومة عندنا مخزون كويس جدا في الغردقة عندنا مخزون عقاري جدا في شرم الشيخ إحنا مش لسا نبني إحنا عندنا عندنا العاصمة الإدرياء حضرتك حير جال أعمال حي الصين اللي عمليون الصينيين أعتقد ده يعني هياخد مننا يعني وقت طويل لأن حضرتك اللي هيجي ياخد مكتب كشركة أجنبية محتاج سكن ومحتاج عربية ومحتاج مصانيف وده عرايب من العين السخنة الموضوع حضرتك هي منظومة كاملة أما بتشتغل بتشتغل كلها يعني هي بتمشي بعضية ولكن اللي مأكد عليه تاني حضرتك الملكية سند الملكية بعيد عليه إحنا محتاجين سندات الملكية تبقى غير قابلة للفصال ما ينفعش يبقى فيها احتمالات وظن إن شاء الله أنه 2022 هتكون عام جيد جدا بنسبة تسويق العقارات بشكل عام أنا بشكرك جدا المهندس محمد عبد الرقوف عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شكرا لوجودتنا دائما معنا شكرا لجعمت بي الله كيفا